أصعد الله أوقاتكم في كل مكان مرحبا بكم في قناة مصطفى عبدي إليكم معلومات مهمة عن نجوم شباب ألبوم 11 دعونا نبدأ بأول نجم وهي مي محبوبة الجماهير اسمها الحقيقي شروق سالم من مواليد الرياد السعودية وعن حياتها الشخصية فهي عازبة شاركت مي في شباب ألبوم 10 والآن تشارك في شباب ألبوم 11 وحققت مي شهرة واسعة ومن المتوقع استمرارها في شباب ألبوم ومعنا نجم الثاني وهو تركي اسمه الحقيقي عبدالعزيز فريحي من مواليد الرياد السعودية ويبلغ عمره 52 عاما وعن حياته الشخصية فهو متزوج وغاب تركي عن شباب ألبوم 10 وبعد دخط الجماهير عاد تركي ليشارك في شباب ألبوم 11 والنجم الثالث هي هيلدا ياسين وهي أيضا من مواليد الرياد السعودية وعن حياتها الشخصية فهي عازبة شاركت هيلدا في سبع مسلسلات مختلفة أبرزهم شباب ألبوم 10 والآن تشارك في شباب ألبوم 11 ومتوقع استمرارها في باقي أجزاء شباب ألبوم والآن ننتقل للنجم الرابع وهو ياسر أو كما يلقب بقريتا اسمه الحقيقي هو محمد الدوسري من مواليد الرياد السعودية ويبلغ عمره 36 عاما وعن حياته الشخصية فهو أعزب وشارك قريتا في عديد من الأعمال أبرزهم العاسوف والسريع سريع والشباب ألبوم ومعنا نجم الخامس وهو الشوكش اسمه الحقيقي مهند سليمان من مواليد جد السعودية وعمره 37 عاما وعن حياته شخصية فهو متزوج والآن يسكن في مدينة الرياد ومعنا نجم الكبير كفتة أبو الكفادي اسمه الحقيقي سلمان المقيتين من مواليد الرياد السعودية يبلغ عمره 57 عاما وهو متزوج وسيستمر كفتة في تمثيل شباب ألبوم في أجزاء القادمة وآخيرا معنا نجم الكبير عامر اسمه الحقيقي فيسل العيسى من مواليد الرياد السعودية يبلغ عمره 41 عاما شارك في عديد من الأعمال أبرزهم تاش ماتاش والشباب ألبوم وإذا كنتم تريدون معلومات عن باقي النجوم اكتبوا لنا في تعليقات وكان معكم مصطفى عبدي ودمتم بخير